السلام عليكم ورحبا بكم معكم توفيق واليوم سنتعرف على قصة المسلسل الدارك التي يعتبر من بين المسلسلات المعقدة وغامضة وفيها الكثير من الأسرار المرتبطة بالسفر عبر الزمن المسلسل يتبع قصص عائلات في مدينة صغيرة في ألمانيا اسمتها فيندن وكيف عشي حياتهم تتعقد بسبب السفر عبر الزمن اليوم سنكتشفوا الأحداث كاملة ونتبعوا التايم لاين لكي نربطوا بالماضي والحاضر والمستقبل أول ما اختفت القصة تبدأ في 1888 هنا ينوح العلماء الذين يخدمون على الجهاز يجعلهم يسافرون عبر الزمن وسط العلماء كاين جونس اللي يرجع لهذا الزمن باش يحاول يفهم كيفاش يوقف الدوام الزمنية في الوقت هذاك الصفر عبر الزمن ما زال فكرة جديدة وكين غير تجارب بداية ولكن هالتجارب غادي تولي عندها تأثير كبير في الأحداث اللي جاية من بعد غادي نوصل العام 1921 اللي هو العام اللي غادي بان فيها آدم اللي هو النسخة الكبيرة من جونس آدم غادي يكون هو المؤسس للجماعة اسمتها سيكمانديس الهدف ديلها هو التحكم في الأحداث الزمنية وتغيير القدر هالجماعة كتآمن بأن نقاع الأحداث كتتعاود كل 33 سنة وأنها قدرت تتحكم فيها في الخمسينيات وبالضبط في 1953 غادي تبدأ تظهر بعض الاختفاءات الغريبة في فندن من بين هاد الاختفاءات كان هالك دي بلان الصغير اللي غادي تم الاختطاف دياله وتجري عليه تجارب بسبب توقرة زمنية فهذا الفترة كيبانوا إشارات على أن شي حاجة ما شي عادية كتوقع في المدينة وأنه كين لغز كبير كيخ بالماضي غادي نرجع العام 1986 لهو العام مهم في القصة فهذا العام غادي توقع واحد الكارتة في المحطة النووية ديالفيندن وهذا الانفجار غادي يخلق تغرة زمنية اللي غادي تربط بين جاعة الأزمين المختلفة وهنا غادي بدأوا المشاكل بحيث أن الانفجار كيعطي فرصة للناس بس يسافروا بين الماضي والمستقبل في 2012 كتبت القصة الأصلية في المسلسل هنا غادي يختفيه بالتصغير سميته ميكين نيلسون وغادي تبين أنه تسافر الماضي ورجع العام 1986 هذا الحدث غادي يكون هو الشرار اللي غادي تخلي جوناس الشاب يبدأ يقلب على الحقيقة ديال عائلته وتدورها في هذه الأحداث هنا غادي تبدأ العائلات كتشوف تأتيادات الماضي على الحاضر وباش نفهمه كيفاش كل شي مربوط آخر محطة في الخط الزمني هي الفين واثنين وخمسين في هذا العام جوناس جينيور غادي يلقى رصف المستقبل مظلم ومدمر بحيث في الدين تولات مدينة خاوية وبزاف ديال الناس ماتوا بسبب الكوارث الوقعات هنا كيبان كيفاش تلعب في الأزمينة خرب الواقع ديال مدينة جوناس كي قرر يرجع الماضي باش يوقف هاد الكارثة ولكن كيكتشف أن حتى لو بتلشي حاجة كيتغير كل شي من خلال هاد الأحداث قد نكتشف أن المسلسل دارك كيدور في دورة زمنية اللي كتوقع كل 33 سنة وهالدورة كتربط الماضي بالحاضر والمستقبل وكل جيل كيرجع يكرر نفس الأخطاء وكيعيش نفس المأساة بطرق مختلفة الحكاية في دارك كتشوفنا أن اللعب بالزمن ممكن يخلق مشاكل كبيرة وأن كلها محاولة باش نغيروا المصير كتأثر علينا وللأجيال اللي غدي تجي من بعدنا وهنا يوم متى لاش الملخص غدي ندخلو في التلخيص الفلسفي المسلسل دارك كيتميز بجواني فلسفية عميقة وكيقدم أسئلة حول الكون، الزمن، والمصير اللي كتخلي المشاهد يحس بحالة من التفكير العميق حول الحياة والمستقبل هنا يا بعض النقاط اللي كيقدمهم المسلسل باش يعطينا نظرة فلسفية على هد المواضيع دارك كيصور لنا الزمن بحال دائرة كترجع نفس الأحداث كل 33 عام المسلسل كيبغي يقول لنا أن الماضي والحاضر والمستقبل متصلين بطرق معقدة وأننا كنعيدوا نفس الأخطاء رغم المحاولات باش نتجنبوها الفلسفة هنا يا واش فعلا عدنا الحرية في التصرفات دينا أو أننا محكومين بإعادة نفس التجارب الشخصيات في المسلسل بحال جوناس وآدم كيقا ورصوا محتارين ما بين الرغبة ديالهم في التغيير وبين الواقع ديال القدر اللي مكتوب عليهم كين واحد صراع بين الرغبة في السيطرة على المصير والخضوع للأحداث اللي محسومة من قبل واش عندنا فعلا حرية مطلقة ولحنا مجرد ضحايا القدر اللي مكتوب علينا واش نقدر نغير المصير ديالنا والذي ما غادي نرجع لنفس النهاية المسلسل كيبين لينا كيفاش نفس الشخص كيتغير ويولي إنسان مختلف في زمن مختلف بحال جوناس اللي في شبابه مختلف على النسخة دياله المستقبلية آدم هات الشي كي خلينا نتسائل على الهوية واش حنا نفس الأشخاص اللي كنا صغار ولا الزمن بدنا الفلسفة هنا يا شكون احنا في الحقيقة واش احنا نفس الشخص اللي كنا في الماضي ولا كيتبتل معانا الزمن دارك كيتطرق الموضوع عن الموت بطريقة فلسفية بحيث الشخصيات كتتواجه الموت بحل شي حاجة لا مفر منه وكتحاول تلقى المعنى لحياة دياله ووسط هدى الصراع آدم كيبغي يسيطر على الزمن باش يمنع الموت والمآسي ولكن كيكتشف ان الحياة بحد ذاتها كتتعتمد على التوازن بين البداية والنهاية الفلسفة هنا يا شكين معنى للحياة الى كالموت هو النهاية الحتمية واش الحياة كتتساوي شي حاجة اذا كان المصير ديالنا الموت المسلسل كيبين كيفاش الأخطاء ديالجيل كتأثر على الأجيال اللي جاية وهذا الشي كيعلمنا ان كل تصرف عنده تأثير ماشي غير علينا ولكن على الناس اللي جايين من بعد الشخصيات اللي كتحاول تصلح الأخطاء الماضي كتكتشف انها كتزيد تعقد الأمور الفلسفة هنا يا شك عندنا مسؤولية تجاه الأجيال اللي جاية واش القرارات ديالنا اليوم ممكن تحكم على الحياة الناس المستقبل المسلسل كيبين كيفاش كل شي كيتكرر بطريقة دورية وكين واحد الإحساس ديال اللعبات فهذا التكرار الأبدي الشخصيات كتطرح سؤال واش احنا مجرد دوما كتلعب بين الماضي والمستقبل ولا كين شي معنى بأعمق في الحياة اللي كتعطينا هاد الأحداث الفلسفة هنا يا شكين معنى عميق وارا هالتكرار واش ممكن نلقاه السعادة في هاد الحياة رغم التكرار ولا احنا محكومين بالمعاناة دارك مش غير مسلسل ديالغموط ولكنه نافدة باش نتأملوا على أسئلة وجودية بحث زمان القدر الهوية والمعنى ديالحياة موسيقى وهنا وصلنا النهاية انتمنى تكونوا فهمتوا التايم لاين ديال دارك وكيفاش كتربط بين الحاضر والماضي والمستقبل اذا عندكم شي سؤال خليوهلينا في التعليقات وما تنسوش تخليوهلينا لايك وتشاركو الفيديو مع الناس اللي مهتمين بهد النواة ديال المسلسلات شكرا على المتابعة وانتلاقوا فيديو جديد موسيقى اشتركوا في القناة